الإبداع رافض التميز والطموح رافض الإبداع هذا هو شعار الشاب عقوب هبشان ابن مدينة تريم بمحافظة حضرموت التي تطورت موهبته تدريجيا بالرسم بالأقلام على الكراسات المدرسية إلى فنان بارع في الفن التشكيلي بالرمل يعتبر الرسم على الرمل أحد الفنون النادرة في المنطقة العربية عموما واليمن بشكل خاص ولذلك قبل أن يبدأ في ممارسة هذا الفن يكشف لنا أساليب وطرق أخرى للرسم منها الرسم بقشرة البيض والزيت في عندي عدة موهب بالرسم الرسم بالرمل الرسم بالقرش البيض الرسم بالزيت الرسم على اللوحات الظروف القاهرة التي واجهت يعقوبه في مقدمتها وفاة والده الذي كان عونا له أجبره على ترك مقاعد الدراسة بعد إن وصل إلى مرحلة الثانوية فاتخلى عن استكمالها ليلتحق بسوق العمل بورشة لهندسة السيارات في هذا المعمل المتواضع لطلاء السيارات هو نفسه المكان الذي يمارس يعقوب هويته في الفن التشكيلي يعقوب سالم هبشان الشقيقي بدأ يعشق الرسم منذ نعومة أظفاره وكان محب للرسم كان عندما يعمل مع الوالد في ترنيق السيارات والنقوشات كان يترقبوله الزباين لم يخرجوا المدرسة مباشرة يترقبوا ليعقوب مشان يرسمهم بعض المناظر الجميلة والبعض المناظر الطبيعية على الغمارات والسيارات على أسطح السيارات فكان يعني موهب ماشاء الله ولكن بعدين هو اتخذ هواية الرسم بالرمل هنا يسترجع هبشان بعض من شهاداته التكريمية والمشاركات مختلفة كان أبرزها المشاركة عام 2014 في المعرض الدولي في صنعاء وكذلك معارة ديكسي المكلة حتى شارك خارج البلاد حتى مثل اليمن في ميال الفني لا يزال لدى الشاب المثابر طموح بأن يحظى بفرص أكبر للمشاركة في إثراء تجربته الفنية المتميزة هبشان يمتلك موهبة فريدة ووحيدة على مستوى الجمهورية إلا أنه لم يلاقي اهتمام من قبل الجهات المعنية للمشاركة في الخارج في المسابقات المختلفة فهو يأمل أن تصل موهبته إلى أوسع نطاق حدد مساعد قناة بالجيس تريم حضر موت